اشتركوا في القناة اصابة بيرسيتاو بقطع في العضلة الامامية خلال تواجده بمعسكر الفريق حاليا للتحضير لمباراة المريخة المجبلة ويجهز النادي الاهلي اوراق بيرسيتاو للسفر لقطر خوض رحلة علاج وتأهيل من الاصابة واوضح طبيب الاهلي ان مدة غياب بيرسيتاو شهر ونصف بشكل اولي على ان يتحدد الموعد النهائي لعودته حسب استجابته للعلاج والتأهيل وعلى هذا سيغيب بيرسيتاو عن مواجهة المريخة المجبلة في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري ابطال افريقيا تما سيتخلف تاو عن الاندمام لمعسكر منتخب بلاده في السلسة الاخير من الشهر الجاري لخوض مباراة ودية امام فرنسا وبحسب الجدول الزمني للنادي الاهلي سيغيب تاو عن مواجهة الهلال والمريخ في دور الابطال ومباريات الاتحاد السكندري والمصري وانبي وتلائع الجيش وسراميكا كيلو بيرسيتاو انضم الى صفوف النادي الاهلي في 2021 قادما من نادي بريتون الانجليزي وساهم في تتويج الشياطين الحم بكأس السوبر الافريقي ويعد بيرسيتاو هدف الاهلي في النسخة الحالية من الدوري حتى الان واحد الاوراق الهمة في كتيبة بيتسوم سيماني اعزاء المتابعين وبكده بنكون وصلنا لنهاية خبرنا اليوم اقول لكم دمتم بامان الله والى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته